السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة فطائر الجلاش هنعملها النهاردة بطريقة جديدة ومختلفة تماما وهقولك النهاردة على المكون اللي أنا بحطه على الجلاش بيخليه زي الفطير بالزبط بتبقي بتاكل الجلاش كده 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 بتاكل فطير مش بتاكل جلاش طعم ولذيذ جدا جدا وطري من جوه ومقار مش من بره يلا بناقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف اول حاجة بنعملها ايه اول حاجة طبعا بنبدأ نعملها بنعصج اللحمة حاطيت معلقة السمنة سخنة معينة نزلت عليها باللحمة قدي اللحمة بتاعتي كده صدمة وبعد كده هجيه حط عليها معلقة صغيرة بهرات لحمة ومعلقة صغيرة ملح وكمان المفروض احط معلقة صغيرة فلفل اسوي بس بصراحة ما كانش موجودة عندي قلتها تقلبتين كده زي ما انت شفتي بعد كده نزلت عليها ببصلايا وقطعها كده صغيرة وروح جايبها حطها برضو على اللحمة وقلبها برضو تقلبتين كده برضو شوية كده على نار متوسطة لو غيرت محس اللحمة بتاعتي بدأت تستوي هروح جايبها حط عليها قرن فلفل او فلفل بارد او حرية حسن ما انت عايز وقلبها تقلبتين بقى كده خلاص اللحمة بتاعتنا جهزها هنا بقى نعم مع بعض بقى جبت الصينية وده هنتهى ايه بالسمنة كده زي ما انت شايف صينية صغيرة الموجودة عندك هنا بقى هنعم مع بعض الخلطة ده انا قلتلك عليها لا تخلي معاك الجلاش فطير مش جلاش هتبقى بتاكله كده كده بتاكله فطير حطيت نص كباية السمنة سايحة عليها كباية زبادي كبيرة وكمان هضيف عليها معلقة صغيرة بيكين بودر معلقة واحدة بس صغيرة ما تقطرش اكتر من كده وهقلبها تقليبة كده وبعد كده حط على نص معلقة ملح وهقلبها كويس جدا لغاية الخليط بتاعنا ما يبقى كريمي بالشكل ده بعد كده بقى هجيب الفوطة واجيب الجلاش انا جايبا النهاردة نص كيلو جلاش وروح جاي فرده جوا في قلب الفوطة كده عشان ما ينشافش مني اسناء وانا شغالة معاكم بعد كده بقى جبت ورق الجلاش وبدأت ياخد ورقه 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 ودهنة بالشكل ده وطبعا حطيت نص الورقه جوا والنص التاني مطلعه لبرا انا هعمل الحركة دي دورين بس كده من الجلاش اهو ولف ايديا كده كويس كده على الصينية في كل الجناب كده اعمل نفس الحركة واسويها كويس جدا عشان ما يطلعش حتة معايا عالية وحتة واطية لأ سوي ايديك وانت شغالة اهو كل ورقة تحطيها لازم تدينيها من الخليط اللي احنا عملناه زي ما انت شايفك كده يدوبك حاجة بسيطة حطها في الفرشة وتروح جاي دهنة الدهن معاك بكل سهولة اهو كده خلصت خلاص اول دورين بقى الجلاش بقى رح جاي حطها في النص كده وهو ايه واسوي ايديا زي ما قلتلك في كل الجناب اخلي الجلاش كله ايه زي بعضه مقاس واحد اهو زي ما انت شايف كيف النص بس طبعا الجلاش انا كنت جايبها نص كيلو اسمتها على نصين هحط النص في الارضية من تحت كده زي ما انت شايفها ونص التاني اللي هحطه فوق اللحمة جيت بقى حطيت ورقة من غلمة دهنة ورقة الجلاش وهفرد عليها اللحمة المفرومة بالشكل ده تمام وبعد كده بقى هنبدأ بقى اللم الورق اللي احنا طلعناه البرة ده في الجناب ده هلم كده واتني ودهنه دهنة بسيطة زي ما قلتلك ما تقطريش اول في الدهن احنا بنحطه عشان خطر ايه ما يبقاش ايه طعم و ايه تقيل كده معاك لأ حاجة بس بس كده عشان يطلع معاك مورق وكمان يبقى شكله وطعمه عامل زي الفطر بالزبط هش كده وطعمه طحفة او تلمي كده الورق وتحط عليه السمنة اللي احنا عملناها السمنة بالزبازي بالباكن بوضة بالملح وتروح حتى ورقة بتقفلي بها كده الشكل من فوق وتبدأ بقى تجيبي نص الجلاش التاني وتبدأ برضو اه تحطيه برضو في كل الجناب كده زي ما انت شايفة وتسوي ايديكي عشان تطلع كلها زي ما قلتلك مقاس واحد وتبقاش عندك حتة في الجلاشة عالية وحتة نازلة لا طبعا عشان عاملة في الصينية فايه الصينية الصجر بتاعتي الجلاش طبعا صغير عمل عليها فلازم افرد كده في كل ايه تجاه تمام حلوة قوي كده خلاص بعد ما خلصت كده كل ورقة بدهنها زي ما انا قلتلك هروح جاي مقطعها بقى ايه بالمنشار كده اللي هو بقى عامل لسكنة مشرشرة اه وقطعها كده بالشكل ده حسب بقى ايه تقطيع اللي انت عايزها تمام تمام كده اهو بالشكل ده كده اهو عفيك السكنة مشرشرة بتقطع معاك الجلاش بكل سهولة احسن من السكنة العادية طبعا بعد ما بقى مقطعتها دخلتها الفرن ع درجة حرام 180 وحطيتها في الرف الوسطاني ضوبك خدد معايا لون بسيط جدا روحت جاي مطلعوها هنطلحت الوقت بقى ونشوفها نعمل فاقي هسيبها بقى على جنب بقى وبتعالي بقى نشوف بقى الخلطة اللي احنا هنحطها على وش الجلاش واتخلي طعمه وشكله زي الفطير بالزبط مايفرش عنه اي حيجة هجيب طبعا المعلقتين اللي فضلوا مني من الديهان اللي احنا دهاننا بالجلاش ههم معلقتين هضيف عليهم بيضة وكمان هضيف عليهم كوباية لبن وكمان هضيف عليها نص معلقة صغيرة ملح والمفروض كمان احط برضو نص معلقة صغيرة فلفل اسود بس للاسف زي ما قلتلكم ما كانش عندي والله فهقلبها كويس جدا كده لغاية الخليط بتاعنا ما يبقى ناعم معنا عشان خاطر طبعا الخليط ده هيفرده على الجلاش فايه عايزة الجلاش كل الصينية كلات السي ايه من الخلطة بتاعتنا ديت اهو هقلبها كويس وتعالي بقى نسق الجلاش كده هون بالشكل ده وهدخلها الفرن على طول زي ما كنت سايبها لسه مفتوح اصلا ما تفوتهوش هدخله الفرن على مية وتمانين زي ما قلتلك وعن رفل وسطاني بس الوقت بقى شغلت بقى ايه الفرن من فوق ومن تحت يعني خلت كمان الشوية شغالة هي كمان فماشاء الله خد اللون كمان من فوق اهو زي ما انتم شايفينه فعلا يا جماعة عامل زي الفطر بالزبط ما يفرش عنه اي حاجة ما قرمش من بره والطري من جوه والصمك بتاعه مظبوط من فوق زي تحت زي ما انت شايفه هو والصمك بتاع الجلاش مظبوط معانا هو وهي فعلا جميلة 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 انا عندنا هنا بعملها على طول في العزمات او في الافراح بتعجبهم جدا ويقولوا مين اللي عامل الجلاش بتوقع فعلا طعمه لذيذ جدا جدا ان شاء الله هتجرب الوصف بتاعتي واتعجبك بتنسيش تكتبي لي كومنت حلو وتقوليلي ايه رأيك في لما تجربيها وتحطيلي اللايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة